الخطوة الثالثة أن يتولد فيك الشعور بالحياء من الله أنت مدمن آه مدمن العصبية مدمن مشاهدة الأفلام اللي يبقى مدمن 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 يبقى عندك حياء من الله أنك تستحي من الله أنك تستمر في إدمانك للواجع وأن أنت في حضرة مولاك إزاي تحس بالواجع ده وأن تتحاسس وأنت ناس أن أنت في حضرة فالله وخير ونحافظه وأرحم الراحمة وعشان كده تيجي الخطوة الثالثة وحضرة النبي يقابل في السماء الثالثة سيدنا يوسف سيدنا يوسف عليه السلام في السماء الثالثة سماء الحياء من الله فإذا استحيلت من الله فلابد أن تتسطر بستر الله عليك فالله سترني فإزاي أنا أستمر على الإدمان وأفضح نفسي وإزايك لازم يتولد عندك شعور بالحياء من الله لما تعرف أن ربك سبحانه وتعالى ناظر إليك وإنت بتعمل ده فتعرف الله سبحانه وتعالى بأنه ستار ستر الذنوب وأخفى العيوب وتعرف نفسك بالتقصير فتستحي من الله وتعرف أن الله كريم وأنت كنت صاحب التقصير فتستحي من الله يبس السماء الأولى سماء لأعترافه التوبة وعدم الإنكار والرجوع إلى الله والمبادرة بالتوبة السماء الثانية السماء ليه السماء أن أنت في أمان الله وفي سلام الله السماء الثالثة السماء الحياء من الله مع سيدنا يوسف السماء الرابعة ويا الخطوة الرابعة للتعافي من الإدمان خطوة المعرفة لذلك التقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة مين؟ لسيدنا إدريس عليه السلام رجل المعرفة والعرفان لذلك ورد في الأصل إن أول من خط بالقلم سيدنا مين سيدنا إدريس عليه السلام لذلك الله سبحانه وتعالى رفعه مكانا علي ليه وذلك في الكتاب إيه إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا علي ليه بقى قال عشان يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يبقى إلا حاصل يبقى العرفان بقى العرفان إن أنت إيه العرفان ده هو اللي يخرجك فترتحل إلى رحلة النور إلى الله فتعرف نفسك إنه تعرف مولاك الأول إنه هو الملك وإنت العبد فتخرج من قصة ما أدمنت إنه فيش حد أنت مش عبد الحاجة أنت مش عبد لللي أدمنته أنت عبد لله فتخرج من إدمانك إيه ده يعني إلا أنا أدمنته ده مش أسرني مش ملكني مش أنا بقيت عبده أبدا أنت ما زلت عبدا لله فتعرف الله سبحانه وتعالى فسيدنا إدريس كان رمز للعرفان والمعرفة فأنت تتخلص من ده شكراً لكم